أسعد الله وأخاتكم مع إخواني أخواتي بكل خير معكم ليندا واليوم فيديو جديد قبل ما نبدأ الفيديو حبيتنا مع التحية لكل تابعوا فيها خاصة أميدوا أميدوا حبيبتي شو كانت تعليقات الجميلة وأكيد كمّل ابنتي تابعوا فيها قبل ما ننسى أختي فاتي من مسيلة على بيتكم عندي ابنتي يحبوني من مسيلة يهبلوا تحياتي لكم وربي يحفظكم إن شاء الله الناس الخير ناس طيبين وأي وحدة تابع فيه من أي مكان ربي خليكم لي إن شاء الله على التعليقات على الكلمة الجميلة على الدعاء لإنكم حبيبتي أخواتي نبدو أعلى بركة الله اليوم كما كتبت لكم في أول طبعا العنوان إنه راح نعملوا لون بني على شعر طبيعي بدون ديكاباج بدون بيئان بدون قوماج يعني هك هك مباشرة ويطلع لكم لوني هبب وايضا حتى لي عندها الشيب راح نعطيكم الحيلة اللي حتقطوا به الشيب تبعوا معي أولا حبيبيتي إذا كان شعرك طبيعي أكحل ولا قهوي المهم يعني شعر طبيعي شاتن فانسي شاتن كليغ قهوي أكحل يعني أسود غرابي راح تخرجيك اللوني هبب فقط للناس عندهم أسود غرابي ننصحكم إنكم تعودوا بعد خمسة شينيوم بش يعني اللوني بين شوية واضح لإنه الأسود الغرابي شوية واعر نبدو على بركة الله نحتاجوا إلى عبوة كاملة من رقم 25 اللي هي أشقر بلاتيني اللي هي بلاتينيوم بلوند أو بلاتين وندم عنها عبوة كاملة 25 تفرغها كامل في البول وحبيبتي تروحي تجيبي المصحح الأزرق اللي هو رقمه 38 تدي منه قدن هاك يعني واحد سنتيمتر باهي أما الأكسيدا راح تدي زوز عبوات تاع أكسيدا عيار 30 إذا عندك الشي بتدي أكسيدا عيار 20 لأن الناس ما عندهمش الشيب راح يفتحوه بهذه الطريقة يعني تحطي رقم 25 مع المصح الأزرق وترق به يعطيكم لون قهوي طبيعي يهبل وإذا أنت عندك الشيب حبيبتي هنا وش راح تزيدي راح تروحي إلى ماركة لوريات أو ماركة أندريا دوتي خير لأنه فيها الرقم 5.4 مارغون شوكولا تدي منه حبيبتي حوالي أربع عبوة فقط تدي خمسة وعشرين لوريات وتدي أربع عبوة خمسة نقطة أربعة وتدي أزبطات أكسيدا عيار 20 هذ من الناس عندهم الشيب وتحطيه في شعرك الآن التوقيت كينة أخرى حيحكم لها ساعة أخرى خمسين دقيقة أخرى بعين دقيقة أنت يحطيه وخليه وما تخافيش الجذور مش هتطلع عليك حمرة إلا في حال ما يكون شعرك أنت شوي فاتح كذا لشعرك فاتح هذيك الجذور اللي قدنهاك خمسة سنتيمتر خليهم يعني آخر ربع ساعة يعني هكي تطبقي على الشعر كل إلا الجذور خلها أخر بعض ساعة والآن رح نرجع للناس اللي عندهم الشيب كيتكملي مباشرة رح تجيبي عصرة من خمسة نقطة أربعة وتزيدي لها شوية أكسيدا عيار 20 خلطيه مملح وشعرك هكيك عمشمخ وتغسلي فيه عودي أطلي بي هذيك الخلطة ديك باتين حنديراها وبقي رغني رغني بها ثم شليه رح يخفيلك أي نقطة عشيب خاصة اللي عندهم الشيب عنيد هذا هو اللون تعنا اليوم اللون يجيك يهبل وإذا وضبتي على هذا الميلونج ودرته يدي معنا الشعر الطبيعي رح يعطيك اللون هاي فقط لبنات لو كانت حسي إنه غلبك اللون مثلا تقولي ليندا أنا غلبني اللون وفيرالي على أورانج إنه كانت نستنسى تحطي يعني وما ترقب الشعر كل ما عليك إنك تجيبي خمسة نقطة أربعة حتى أنتي مام يكون معندك شي شيب خلطي ورغني بشعرك رح يعطيك نفس اللون اللي في لفوته بالضبط وإذا عندكم أي تساؤل حبيباتي خلوه لي في التعليقات وما تنسوش تبرتاجوا هذا الفيديو مع حبيباتكم والسلام عليكم السلام حبيباتي إذا كنتي سامرة ولا خمرية وعندك كما قولوا إحنا الهالة تواضحين بزيف الماكياج هذالك الماكياج هذالك يخليك ترطقي العرس ولا المناسبة اللي راكي فيها سواء انتي مخطوبة ولا عرسك قريب ولا عندك مناسبة ديري حاجة سامبل وكلاس وروعة وما تحتاجش إلح ويش بزيف فقط بالات تكون ترابية إشرها من أي نوع أنا نصحكم بيرو بيروز أيضا كونسيلر تعرو بيروز يهبل وبالإضافة إنك تشري شوي قليتر إذا دخلت إلى العباشتاي حتلقيني حطيت ليكم كيف تلصقوا القليتر وتبقوا الخطوات وتبقوا راح تقولوا لي الماكياج صعيب ومنيش عارف ويش الصعوبة إنك ما تعوديش وأكثر المرة كامل الشغل تاعك وتدربي عليه حاجة فور بزيف وهذا الكات كريس ساهل ماهل تحديد بسيط وتدمجيه وأصل الله ورحك وشوفوا ماكياج صعيب لهذا للناس اللي عندهم مهالات حول العين وأهم حاجة كتكون عندك هالات حول العين الشي قوصير يكون قاوم شوية يعني عميل على الأمروش بالإضافة تاخذ ملحواج بتاعك مليح يعني إبو الواكس ولا بجين ولا كما تحبين بشتبتين وضع ماكياج لك هاي كلاس وأيضا حبيت نوصيك إنه الناس عندهم هالات سوداء لا يخافوش من الألوان الترابية يعني نورمال تقدري تديريهم المهم تكوني لاباس تاعك اللي حاطيتها المرلولة تالكون سيرا تكون غطت لكلش وشوفوا معي خطوة بسيطة ورموش سيمبل وهكا صغيرة وتقدري تستغني عن رموش إذا حبيتوا تستغنوا عن رموش ديروا ماسكاراتا إيسانس تهبل تكثف لكم الرموش وترجحها روعة وإذا عجبوكم هاذا من النوائية أو هذي الكاليتي تاع الفيديوهات خلوا لي في التعليقات نعود لكم لباليت والكونسيلر والشاميري والبرونزر تقدر تشوم كل من روبي راس إذا حبيتوا مركة عالمية خلوا لي في التعليقات حبيبتي وليلة سعيدة